اشتركوا في القناة العربي وتضاموا صور فيزع الأنصار بصور 2-0 والعهد مثل ما شفنا خلص شوط الأول بصيدة متقدم على فريق نابشيت 2-0 كوتش ويسام مرجع لألك يعني العهد ماذا عم بيأكد أنه رائع بالصدار اللي عم بيشوفه أنا وياك بالستوديو عم بيشوفه كل المتابعين بالملعب التفوق الواضح لفريق العهد أكيد فريق نابشيت اليوم عم يعتمد على تعطيل إذا بدنا نقول إيدي العهد اللي عم بتساعده فيه شوي كمان الأرضية العهد عم بجريب يتخطى هذا الموضوع بتسريع إيقاع اللعب بتغيير مراكز اللعبين ببعض الأوقات يمكن من المستحسن برأيي نخفف الطبيط الطويلة نعم حيث متمركز أكتر الدفاع واللي ما كتير عم تكون علاج لهالوضع كنا عم نحكي قبل أنه كل ما بيبكر العهد بالتسجيل يمكن كنت عم تقللي نص الطريق هلأ بالهدف الثاني سهلة المهمة إذا كان فيه علامات استفهام حول خطأ ممكن داخل المنطقة الجزاء قبل تجيب الهدف الثاني ما تبعتها كتير ولكن هايدي تفاصيل بالفتبول بتصير وهي جزء من اللعب أخيرا حالا نشوف الهدف كوتش ويسامنا على أليا أنا وياك الهدفين اللي سجلوا فريق العهد بالشوت الأول من مباراته مع فريق نبشيط بداية الدربة الحرة الثابتة اللي بتوصل برأسية رائعة لإدريس كوياتي به هدفه التامن أنا نشوف أنه ما فيه ارتجال بهالتنفيذ هذا شيء مشغول عليه بالتمرين من الواضح وعم يتنفذ بطريقة حلوة واسبكت من الماتش كتير بوزيتف يعني لفريق العهد ارتقاء رائع لكوياتي هدف رائع جدا سجلوا ولاحظوا هون هالمجهود الفردي هالفنيات الرائعة لاموني لحسن شعيتو بجاوز اللعبين داخل منطقة جزاء بالعرض على طريقة ماسي يعني أكيد ما عم شبهه لماسي بس لاحظوا كيف واحد كابين رجع كسر اثنين وسدد بقوة بقدم اليوم يعني المومنت اللي صار فيه هذا الخطأ اللي عم نحكي عنه صار من بعده السين تكفت وما باتيت كان سبب لأنه يرجع يتخطى لعبين وقبل ما يسجل أنا أصلا من أشد المعجبين بحسن شعيتو عن جد لعب مهم جدا لا العهد ولا المنتخب اللبناني العهد اللي منذكر صار له السنة تقريبا مش خسران بمسابقة الدورة وهذا رقم كتير كبير لأله أكيد هالموسم ومن الموسم الماضي من الشباط حتى بالكأس خسر المباراة بركلية الترجيح وبكأس النخبة أيضا يعني فريق سابت من ناحية النتائج ما عم يخسر أول شي بدي أذكرك أنه نتشكر كل اللي عم يتعاونوا معهم من الزملاء لأنه من دونه نحن كمان ما منقدر نعطي طغطية كافية أخذت دورك إن شاء الله إن شاء الله نحن نظنهم أهم شيء لأنه دائما بنسمع آراءهم خاصة عم بالستوديو التحليلي الأراء البناء رح نشوف هلأ فرص فريق العهد اللي تسجرت بالشوت الأول بس أكيد بنهاية الفرص تبقى فرص والأهداف تبقى أهداف وأهم شيء هو هز أشي بهك هنا كوتش بترك تعليل على كمان فرصة لكوياتي أكيد العهد حاول عديد حاولي قبل ما يفتتح التسجيل بهيك نوع من المباريات جورج بيكون عندك خيار بين أنه كتير تضغط وتحط خصمك كتير قريب من مرمي وما تخلي يتنفس لحتى تسرع بفتتاح التسجيل وتسهل مهمتك ومن ناحية تانية هذا الموضوع لحظة اللعبة الحلوة الثلاثية كوتش اللي كادت تسفر عن هدف أكيد لفريق العهد لحظة التمريرات الرائعة بين خط هجوم نادي العهد يعني فعلا عم بيقول عم بيكون فريق العهد ممتاز جدا هجوميا هتمريرات الحلوة وفرص تير خطرة كانت لقاله منتشفنا الفرصة الأخيرة أملنا بشيد كمان كان عنده تحرك بهالشوت الأول كاد يسفر يعني هون هذي فرصة بكل معنى الكلمة اتعمل معها شوي بتسرع مهاجم النبيشيت لأنه بينعطاها وقته وممكن هون تفتتح تسجيل وتغير كتير أمور بالماتش بأعتقد هكي يصار فيها نتفت قسط الشائر ما آمن كتير أنه ممكن هذي فرصة للتسجيل كنت عم قول جورج أنه بهك ما تشيت كلما سعى العهد ليزيد ضغطه بأول المباراة ممكن يساعد النبيشيت بالإنكفاء ويقول لا أنا اليوم ما في نجازف وهكك تسعب مهمة العهد لو أنت كنت عم تسعى لأنه تفتتح تسجيل وتسهل مهمتك الخيار الثاني هو كنا منقول أنه يترك شوي العهد النبيشيت يطلع لحتى يجارب يلاقي صغرات بخط الظهر عنده رح نجع نسألك بعض عودتنا قبل الشوت الثاني هل حسنة المباراة فعلا أو ممكن فريق النبيشيت يعمل أي ردد فعل لكن هلأ نتوقف مع بريك مشاهدينا ونرجع لشيء سيدي تحليلي أبل أن ننتقل لمنافسات الشوت الثاني ومباراة العهد ونبيشيت من ملعب صيدة